ما أكثر الأيام التي خصصتها الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول العالم وما أقل فاعليتها عندما يتعلق الأمر بالعراق وما يجري فيه من انتهاكات طالت الشعب بالقتل والتهجير والاعتقال والإخفاء القسري والتجوية اليوم العشرون من شهر شباط خصصته الأمم المتحدة من كل عام للتذكير بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر عبر نظام اقتصادي عادل لا يفرق بين المواطنين على أساس العرق والدين في العراق ومنذ الاحتلال الأمريكي رفعت الأحزاب في النظام السياسي الجديد شعارات حول التشارك في الثروات لكن كل ذلك لم يتعد الإطار الترويجي فعلى أرض الواقع لا شيء يذكر تقول الإحصائيات والتقارير الاقتصادية إن نحو تريليون دولار أهدرت خلال الفترة ما بين عامي 2006 و2014 في وقت ارتفعت نسبة خط الفقر في العراق إلى 31% بينما مصادر غير حكومية ترفعها إلى نحو 50% وهذا ما يؤكد التغييب وليس الغياب للعدالة الاجتماعية في العراق احتكار فئة قليلة طارئة لثروات البلاد وترك الشعب العراقي تحت وطأة الفقر والبطالة جعل الاستقرار المنشود حبرا على ورقة فتوالت الاحتجاجات والتظاهرات في المحافظات العراقية ووصلت إلى مرحلة الصخط الشعبي اليومي على هذا الواقع المزري كل ذلك يؤكد غياب العدالة الاجتماعية في البلاد وبدل تلبية مطالب المتظاهرين العراقيين ردت عليهم الأحزاب الحاكمة ومليشياتها بالقم وزادت من رقابتها الأمنية على كل منتفض على واقعه المر حتى وصل الطرفان أي الشعب والأحزاب الحاكمة إلى ثقدان الثقة التامة فلا الأحزاب تراعي حقوق الشعب وكذلك الشعب قاطع بأغلبيته العملية السياسية والعبته الانتخابية تحقيق العدالة الاجتماعية في العراق كما يقول مراقبون مشروط بتغيير نظام الحكم وبناء نظام سياسي جديد يجعل مصالح الشعب منطلقا لعمله على كافة الأصعدة